أحبتي في المسيح أرحب بكم مجدداً في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية واليوم من ضمن فقراتنا حنجاوب على سؤال المسلمين دائماً يكرروا هو أين قال المسيح أنا الله فعبدوني أحبتي في المسيح أرحب بكم بالسؤال من أسئلة المسلمين الشائعة واليوم حنناجس سوا مقولة المسلمين الشائعة أين قال المسيح أنا الله فعبدوني أحد الأخوة المسيحيين سمع شخص مسلم يردد على المسيحيين مقولة أين قال المسيح أنا الله فعبدوني فتواصل الأخ المسيحي مع المسلم وسأله قبل أن تعب نفسي وأتعب نفسي معك وفي النهاية تقول أن الكتاب المقدس محرف هل تؤمن بكلام الكتاب المقدس؟ فرد المسلم أنا أؤمن فقط بأقوال المسيح والتي هي مكتوبة باللون الأحمر في بعض النسخ فكان هناك أرضية مشتركة للحوار المسيحي قال للمسلم هناك آية تقول على لسان المسيح حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم متى 18-20 فمن هو الذي يستطيع أن يتواجد في كل مكان وفي نفس الوقت عندما اجتمع اثنان باسمه؟ واضح جدا أن المسيح هو الله لكي يقول هذا الكلام المسلم ما قدر أن يرد ثم قلت له أيضا المسيح قال للمفلوج مغفور لك خطاياك متى 9-2 وقال المسيح أيضا لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا متى 9-6 وهذه آيات مكتوبة باللون الأحمر لأنها من كلام المسيح مباشرة حاول المسلم أن يتهرب من هذه المعضلة بقوله أن الصلاة الربانية التي يقولها المسيحين بها مقولة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا فهل المسيحيين آلها لكي يغفروا؟ فرد عليه المسيحي وقال المسيحي يغفر لمن أذنب إليه بمعنى المسامحة فهل المفلوج أخطأ في حق المسيح لكي يسامحوا؟ المفلوج كان هذا لقاؤه الأول بالمسيح هذا بالإضافة إلى أن اليهود قالوا عن المسيح أنه يجدف يعني يغفر حسب متى 9-3 لأنهم فهموا بوضوح أن المسيح يقصد بأنه هو الله الذي له السلطان أن يغفر الخطايا وهذا الأمر تكرر لمن غفر المسيح للمرأة الخاطئة لما بكت عند رجوله حسب إنجيل لوقة 7-48 قال المسلم هذا هو جوابك على أين قال المسيح أن الله فاعبدوني رد عليه لا عندي أشياء كثيرة بعطيك إياها لمن اليهود انتقدوا تلاميذ المسيح علشان كانوا يقطفون من السنابل ويأكلون يوم السبت وهذا طبعا محرم على اليهود حسب شريعة الله لبني إسرائيل فرد المسيح عليهم وقال إن ابن الإنسان هو ربه السبت أيضا متى 12-8 فسأل الأخ المسلم هل هذه الآية مكتوبة بالأحمر فقال المسيحي نعم سكت المسلم لوهلة ثم المسيحي استمر ويقول هل أعطيك المزيد فقال المسلم ياريت فقال له المسيحي المسيح قال بشكل واضح وصريح الذي رآني فقد رأى الآب يحن 14-9 انزعج المسلم وقال المسيح يقصد معنى مجازي أي من رآه فقد رأى أعمال الله فرد المسيحي وأين قال المسيح من رآني فقد رأى أعمال الله المسيح قال بشكل مباشر لأحد تلاميذه وهو في لبس أنا من رآه فقد رأى الآب يعني الله لأن في لبس سأل المسيح مباشرة وقال له أرين الآب هنا بويت المسلم ولم يعرف كيف يجيب الحقيقة أن الأمر صادم لأي مسلم أن يكتشف أنه على طريق الخطأ خصوصا عندما يعلم أن المسيح هو الطريق والحق والحياة أحبتنا المسلمين يحتاجون إلى صلواتنا من أجل أنفسهم الغالية على قلب الرب علشان كده تعالوا نصلي سوا ونقول يا رب يا يسوء جايين أمامك وأنت من قلت أن اجتمع اثنين أو ثلاثة تكون في وسطنا يا رب نطلب إرادتك الحسنة من جهة أحبتنا المسلمين وخصوصا أهلي وأخوتي بالجسد وأهلي وأخوتي السعوديين وكل مسلم ومسلمة صادق وأمين في محبته لك يا رب من فضلك تعال إليهم برؤى وأحلام وكل وسيلة تلاقيها يا رب مناسبة علشان يعرفونك وأيضا أطلب يا رب أن تعطيهم الشجاعة والقوة والجرأة على اتخاذ هذا القرار المقدس بأن يتبعوك ويعترفوبك بالقلب وباللسان ويتميّد اسمك في حياة كل من يشاهد هذا المقطع ويسمع هذا الصلاة ويقول آمين آمين اشتركوا في القناة يا سيدة الكون يا جبار تعد واحتارت الأفكار اظهر لنفسك اعلن لذاتك اغشدني أي طريق أي طريق أختار يا سيدة الكون يا جبار 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 أتبع يسوع ولا أتبع المتبع متى ليل يصير نهار يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار يا سيدة الكون يا جبار يا جبار ما وأتبعني وطريق 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 now وطريق وطريق يا سيدة الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار أتبع يسوع والأتبع المدهوع أتبع يسوع والأتبع المدهوع مثال يلي صغير مهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد يا سيد الكون يا جبار موسيقى موسيقى و جعل أنا طالب إيمان و جلبي أشكر بنت مال ظهرت لب ابن الإنسان كلمتي ابني يسوع البار و جعل أنا طالب إيمان و جلبي أشكر بنت مال ظهرت لب ابن الإنسان كلمتي ابني يسوع البار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار أتبع يسوع والأتبع المدهوع أتبع يسوع والأتبع المدهوع مثال يلي صغير مهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار أتبع يسوع والأتبع المدهوع يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار أتبع يسوع أتبع يسوع متى لي صغير مهار يا سيد الكون يا جبار يا سيد الكون يا جبار موسيقى موسيقى عزائي المشاهدين يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم يدعي بعض البعيدين عن تعاليم سيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا فكل واحد يغلط ويخطب كيفه وعلى هواه لأن المسيح غفر لك لذنوبه فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا لفعل الخطايا ومن ناحية أن المسيح مغفور له كل خطايا فهو بدون شك مغفور له كل خطايا فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي فالمسيح الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه فالآية تقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية وفي رسالة يحنى وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداءه وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب نعمة كبيرة جدا لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر وكل ما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله كلما ازداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعمال وتصرفات وسلوك وتعاملات في الحياة فالنعمة أبدا ما ترخص الخطيئة ولا تقلل من شأن القداسة بالعكس فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس فاحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب فإنه إيمان ميت بدون فائدة يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا فإذا قال أحد إن له إيمان وما لأعمال فإيمانه أكيد ميت واللي يدعي إن له إيمان وما لأعمال فهذا إيمان إدعائي ونظري وللأسف ما لأي أساس فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل فأنت في المسيح خليقة جديدة فإذا قبلت المسيح وما تغيرت فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلا فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة ممكن جدا نسقط في الخطيئة لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا وأي واحد يعتقد أن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح ومع إنه ضامن الخلاص ألا إنه يفعل الخير حب للناس وتشبه بالسيد المسيح ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له حب الخير للخير ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس ويتحرر من قيود الخطيئة فما تعود مسيطرة عليه مدام يسلك في طريق المسيح وحتى إن حدث وتعرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته فيواجهه بصلابة وإيمان وإن خانته إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط لازم يندم يندم على خطيئته يتركها ويرجع بسرعة على الله ويتوب فيغفر الله له كل خطاياه الماضي والحاضرة بعد أن تاب وندم أما المقتنع بأن المسيح غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طوله بعارض لأنه ضامن الأبدية فإيمانه للأسف باطل وغير نافع لأنه بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته وبالتالي يحرم من الخلاص فالاستهانة بالخطيئة استهانة بدم وعمل المسيح نفسه إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطيئة وتحاربها فينا ومش العكس وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله أعزائي المشاهدين حلو جدا الشعور بنعمة المسيح حلو جدا أنك تشعر أنك تثمر حلو جدا أنك تشعر أنك تتغير حلو جدا أنك تشعر أنك إنسان ناقي وجديد في المسيح وأشكركم لمتابعتكم والسلام ختام وحياكم الله وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير شكرا الله لنا ملجأ وقوة عونه متوافر لنا دايم في الضيقات علشان كذا ما نخاف ولو تزحزحت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار تهيج وتزبد مياها اتزلزل الجبال من عنف جيشانها تفرح مدينة الرب حيث مساكن العلي بنهر دايم الجريان الله في وسط المدينة فما راحت تزعزع يعينها الله في الفجر المبكر ما جت الأمم هاجت فتزلزلت الممالك ولكن ما اندوى بصوته حتى ذابت الأرض رب الجنود معنا ملجأنا إلهي عقوب تعالوا وشوفوا أعمال الله اللي صنع عجايب فالأرض يقضي على الحروب فالأرض كلها يكسر القوس ويشق الرمح ويحرق المركبات الحربية بالنار استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى فالأرض رب الجنود معنا ملجأنا إلهي عقوب اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المجلة السعودية وزي ما عودناكم دائما نختم في فقرة الإختبارات هذا الاختبار من الأخ ميم من مصر يقول كانت زوجتي تعاني من نسف حاد وسقوط شديد في الرحم وضيق في التنفس ومرض بالبطن وصداع بالرأس وأنيميا حادة وتم عرضها على الكثير من الأطباء في القاهرة وعملوا لها إشعة وتحليل وكلها بدون فائدة وتناولت الكثير من الأدوية والمسكنات بدون أي نتيجة وفي النهاية تم عرض على الدكتور بالقاهرة الذي قال أنها تحتاج إلى عملية جراحية فورية رجعنا إلى المنزل ووضعين ثقتنا وإيماننا بالرب يسوع المسيح وذهبت زوجتي إلى تنام وبعد استيقاظها قصت علي ما حصل معها وهو كالتالي قالت بعدما نمت شفت الرب يسوع المسيح في الغرفة اقترب مني ومد يده وقال لي ضعي يدك في يدي فقلت له إنني تعبانة وغير قادرة ولكنه أصر على قوله وهكذا مديت يدي ولما ست يده فأحسست برحشة قوية تدخل جسدي ومن ثم لمس بطني بيده الطاهرة فأحسست بقوة قد دبت في داخلي وخففت الألام وعندما استيقظت من النوم لم أكن أعاني من أي شيء من الأمور المذكورة سابقا وكل ما كنت أشعر به هو كأنني عملت عملية داخلية هاللويا في بطني هذه هي قصة شفاء زوجتي نعلنها لكي يتمجد اسم الرب يسوع المسيح لأنه الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الرب آمين الرب يباركك يا أخ ميم ويبارك في زوجتك وعائلتك وأهلك صحيح إلهنا إله المعجزات إله الشفاء بكلمة منه يشفي الرب صالح وأنا مبسوط جدا من الرؤية تبع زوجتك أنه كانت تعبانا ولكن قاومت هذا التعب ومدت يدها وحطتها بيد اسم و المسيح له كل مجد هذا حلم جيد ورؤية ممتازة الرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه بالمسيح يسوع آمين أحبة المشاهدين الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ولن نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في أمان المسيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر